تعالوا نقعد نفكر مع بعض بصوت عالي هو إيه الغرض من الصحافة إيه الغرض من الإعلام إذا صح التعبير يعني طيب بظن مجرد يعني حبا نفكر مع بعض بصوت عالي بظن دايما إنه المهنة دي أو الخدمة دي اسمها الخدمة الصحفية أصلا اتعاملت علشان خاطر تبقى صوت الناس تبقى نبض الناس بالتعبير الرائج اللي كان في الستينيات صوت الجماهير حلوة كده طيب يبقى لازم دايما مهمتنا الرئيسية إن إحنا نبقى صوت الناس نبقى نبض الشارع نبقى بنحاول قدر الإمكان نوصل صوت حضرتك وحضرتك حضراتكم دائما إنه يبقى الصوت موجود إحنا في دولة وبالتالي لازم صوتنا يوصل إلى مؤسسات الدولة وصناع القرار فيها ونسهل حياة الناس ده الهدف من أي حدوتة صحفية من أصغر حدثة لأهم خبر حول اتفاقية سياسية على مستوى إقليمي أو دولي كبير ده الهدف ما هو الهدف إيه؟ هو الصالح العام زي ما بيت قال طيب إحنا في برنامج التاسعة دايما دايما بنبقى مشغولين بالقصة دي حقيقي إحنا ولا مرة اتشغلنا بمسألة هو ده هيعمل شيرز كتير هو ده هيبقى فيرل على الإنترنت أو هينتشر انتشار رهيب لا متناهي هو ده هيجيب كام لايك هو ده هيطلع ترند إحنا عمرنا ما كنا مشغولين بدأ ليه؟ إحنا مشغولين بالمهنة وبظن بظن أنه يمكن ده السبب وراء نسبة المشاهدة بتاعتنا إلا أنا زي ما بقولك أنا متأكد مية في المية أنه دي أعلى مشاهدة حصلة لبرنامج في الشرق الأوسط بشكل عام مش بس في مصر فيما يتعلق بالشؤون المصرية وتفريعات الشؤون المصرية سواء ذكى المصادر الأفريقي الإقليم العربي أو التفريعات على المستوى الدولي أو العلاقات المصرية الدولية